لا يعد تابعين إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبة في الله نلتقى للادي مع تابعين جليل بحقيقة قصته مفعمة بمواقف في غاية الروع والنقاء والجمال لقاءنا للادي مع عامر ابن عبد الله التميمي قال عنه الإمام بن الجوزي أدرك الصدر الأول وروى عن عمر كان في قمة الزهد قال عنه على القمى بن مرثد انتهى الزهد إلى ثمانية في مقدمتهم عامر ابن عبد الله التميمي وقال عنه كعب الأحبار هذا راهب وهذه الأمة كان قمة في العبادة وكان من القراء الذين يقرؤون الناس القرآن كان لي مواقف جميلة جدا جدا كان عنده يعني كان قمة في التوكل على الله سبحانه وتعالى عنده ثقة عجيبة جدا في الله سبحانه وتعالى درجة أسكن لكم مواقف عجيب قوي كان اليوم اللي بيأخذ فيه العطاء من بيت مال المسلمين كان يأخذ العطاء العطاء مثلا لو افترضنا أنه مثلا ميت دينار كان يمشي يوزع الميت دينار على الناس من الكيس كده لحد ما يوصل البيت فلما يوصل البيت يشير الكيس ده وتحت الوسادة بتاعته تحت المخدة فلما ينام شوية ويقوم يلاقي الميت دينار موجودين في نفس الكيس فليه ابن أخت قال له يا خال يعني أنت بتعمل كذا وكذا وكذا أنا لازم أعمل زيك يعني أنت بتنفق الميت دينار من بيت مال المسلمين على الناس وتاخد أجرهم تراوح البيت اللي يقوم كمان في الكيس دي حاجة جميلة ما شاء الله فحب يعمل زيه خد العطاء برضه زيه كده مثلا ميت دينار وفادي ليوزعي مين وشمال يمين وشمال لحد ما روح البيت حط الكيس تحت المخدة ونام شوية فقام لقى الكيس برضه فاضي فاستغرب فقال له يا خال كيف حدث هذا قال لأني أفعل ذلك يقينا فيما عند الله وأنت تفعل ذلك تجربة والله لا يجرب هي دي المسألة أن يكون عندك يقين وثقة في ربنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى في يوم الأيام تعالوا لد أبا قصته بسيما عندما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام عزم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسم حدود مدينة البصرة كانت مدينة جديدة مدينة بكر زي ما بيقولوا عشان كان عايز يعمل منها حاجتين حاجة الأولنية عايز يعملها معسكر لجيوش المسلمين اللي بتغزوه في بلاد فارس يعني صعب جدا 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 يا جماعة يطلعوا من المدينة على بلاد فارس وبعدين لما يقوزوا مدد يرجعوا تاني ياخدوا من المدينة فقال لأ لازم يكون في مدينة قريبة من هناك نعملها احنا ونخططها ونزبطها ونبنيها ويبقى المدينة دي قاعدة عسكرية وده اللي بتعمل في العصر الحديث بدل ما تيجي من بلد بعيدة جدا وبتحارب بلد بعيدة قوي بتبقى عامل قاعدة عسكرية في مكان قريب من بلد دي بحيث لما تقوز امدادات للجيش بتاعك يبقى الامدادات موجودة من على بعد كيلومترات بدل ما تروح آلاف الكيلومترات وتبقى المسافة بعيدة فده اللي عمل عمر بن الخطاب راح مخطط أمرهم أنهم يخططوا مدينة البصرة ويعملوها قاعدة عسكرية للمجاهدين الذين يخزون في بلاد فارس والحاجة التانية علشان تبقى قاعدة للدعوة إلى الله ولتفقيف المسلمين الذين يسلمون من بلاد فارس لأن في ناس هيقتلوا في أثناء الجهاد وفي ناس هيسلموا من الكفار من بلاد فارس فلما يسلم بدل ما لسه يرجع المدينة لا يثقف دينيا في بلاد البصرة وبعد كده لو حب يروح المدينة يروح فكان يعني هدف جميل جدا يبقى قاعدة عسكرية ومكان للدعوة إلى الله شفت الدين مسلم المسلم أينما وقع نفع عمرهم ما ينسوا الدعوة إلى الله حتى في عز الجهاد في سبيل الله كنتم خير أمة أخرجت للناس لما ربعي بن عمر سأله رسطم قائد جيش الفرس من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعفنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام بدأ عمر بن الخطاب يؤمر المسلمين اللي يقدر يروح مدينة البصرة عشان يعمرها يروح فبدأت جموع المسلمين تنساب إلى مدينة البصرة من نجد من الحجاز ومن اليمن وكان من دمن الناس اللي راحوا من نجد عشان يوصلوا لمدينة البصرة كان شاب من بني تميم اللي هو عامر ابن عبد الله التميمي كان شاب مفور الشباب وضيء الوجه نقي القلب وكان زاهد في الدنيا وعلى فكرة مدينة البصرة كانت مدينة غنية جدا وفيها أموال كتيرة جدا لأن هي كانت بتعتمد على الغنائم بسبب الغنائم اللي كان بتيجي من الحروب دي كلها ولكن عامر ابن عبد الله التميمي كان لا يريده أي شيء من الدنيا كان إنسان زاهد في الدنيا لو جاءت الدنيا كلها تحت قدمي لسرحها صراحا جميلا كان والي البصرة في الوقت ده مين يا جماعة لو تفتكروا أبو موسى الأشعري فاكرين أبو موسى الأشعري اللي النبي عد عليه في مرة بالليل كده وسمع صوته وقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني صوت الجميل زي صوت سيدنا داود عليه السلام اللي كان لما يسبح كانت الجبال تسبح معاه والطيور تسبح معاه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير يا سلام فسيدنا أبو موسى الأشعري كان صوته جميل جدا وكان مكم في الروعة كان هو واري البصرة وكان هو إمام المسلمين وكان هو اللي بيصلي بيهم وهو اللي بيعلمهم وهو اللي بيحفظهم القرآن وكان يعني عامر بن عبد الله التميمية لما شاف أبو موسى الأشعري فرح جدا وكان ملازما له اتعلم على إيده القرآن وتعلم على إيده السنة وتعلم على إيده الرفق والرحمة والجمال والحنية تعلم على إيده حاجات كتيرة جدا جدا وبعدما نال قسط وافر جدا من العلم راح نأسم حياته ثلاث أقسام القسم الأولاني يقعد مع الناس عشان يحفظهم القرآن والجزء الثاني في الخلوات بقى في العبادة يقوم ويصلي ويخشع ويبكي من خشة الله سبحانه وتعالى والجزء الثالث في ساحات الجهات فارسا مجاهدا في سبيل الله ولذلك سموه عابد البصرة وزاهد البصرة رحمه الله ورحمة الواسعة كان لي قصة جميلة قوي إن أحد أبناء البصرة واحد من شباب البصرة بيقول في يوم الأيام سفرت معاه في قافلة كان فيها عامر ابن عبد الله التميمي بيقول فلما وصلنا كلنا بقى من شدة التعب الناس كلها نامت إلا عامر ابن عبد الله التميمي عمل إيه ورح داخل ومتوغل في الغابة لحد ما وصل لمكان كده يعني بعيد ورح واخد الفرس بتاعه وربطه في شجرة ومطوله الحبل وحطله الأكل عشان ياخد راحته تمام ورح داخل هو وصف قدميه بين يدي الله وبدأ يصلي ويطول في الصلاة وفي القيام والركوع والسجود ويبكي من خشية الله حتى إن الشاب قال ما أجملها من صلاة عمر ما شفت حد بيصلي صلاة جميلة بالمنظر ده وقف مستمتع بيه وبيصلي فبيقول فلما انتهى من الصلاة بتاعته ابتدى بقى يقف ويدعي دعا بقى دعية جميلة أو طويلة شوية مش هولها لكل الله طويلة لكن دعية جميلة جدا جدا لكن كان من ضمن دعاءه إنه قال إيه وقبل ما أذكر دعاءه الشاب ده بيقول كنت بقوم ونام وقوم ونام ولسه برضه عامر بن عبدالله التميم لسه ما خلص الصلاة بتاعته وعدد راح دعا دعاء جميلة أوين قال إيه هقره لكم الورقة بيقول اللهم قد أصبح الصبح وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك وإن لكل منهم حاجة وإن حاجة عامر أن تغفر له اللهم فقد حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين اللهم إني سألتك ثلاثا طلبت منك ربي ثلاث حاجات فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدا فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب وأريد وبعدين أمن المكان بتاعه فأرحت عينه ووقعت على الشاب البصر ده فزعل جدا قال لعلك كنت تراقبني في هذه الليلة قال أجل عايز أقول له إنت أكيد شفتني وشفت بقى صلاتي وعباتي لله قال له طبعا دعا قعد ما لقبك من بالليل خالص يعني من أول ما وصلنا فزعل قوي قوي فقال له أسطر علي سترك الله في الدنيا الآخرة الواحد طبعا بيسج دماغه كده وقال سبحان الله إذا كان ده واحد بيطاع ربنا لمجرد أنه واحد شاف وهو بيطاع ربنا هو زعلان وبيقول له أسطر علي ستر الله عليك في الدنيا الآخرة كأنه عامل معصية كأنه عامل جريمة وخايف بينها وخايف أن الراجل ده يوفش سره لا ده بيقول له أسطر علي ستر الله عليك في الدنيا الآخرة فالتاني قال له اللي هو الغلام بتاع البصر ده قال له بص يا إما تقول لي إيه هم الثلاث حاجات اللي أنت طلبتهم من الله سبحانه وتعالى فداك اتنين ومنعك واحدة يا إما هروح أقول لي كل الناس أنت كنت بتصلي إزاي وتعمل قال له لا لا سأخبرك ولكن خد بالك بقى أسألك بالله أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا قال لك علي عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا طول ما أنت عايش وحيا ترزق أنا مش هقول للناس العبادة اللي أنا شفتها منك لله سبحانه وتعالى وانت بتعبد ربنا وبتصلي وتسجد وتخشع لكن لما تموت هقول للناس عشان الناس تقلثك ويبقى كله في ميزان حسناتك فقال له خلاص قال له إيه هم ما بقى الثلاث حاجات أنت تلتهم قال له أخي ما كانش فيه أي شيء في الدنيا دي أنا بخاف منه على قلبي وعلى حياتي وعلى ديني أكتر من فتة النساء فسألت الله عز وجل أن يصرف عني فتنة النساء فتنة النساء فصرف عني فتنة النساء حتى أني لا أفردق بين المرأة وبين جزء النخلة يعني أنا ما بتأصرش بأي امرأة أبدا لو عدت قدام امرأة أو شفت جزء نخلة ما فرقش بين اتنين قال له والثانية قال له إني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيرها قال فوالله لا أخشى أحدا في الأرض ولا في السماء إلا الله أي شيء في الدنيا ما بخافش منه قال له التالتة قال له سألت الله عز وجل أن يذهب عني النوم حتى أعبده ليلا ونهارا فمنعني ذلك شوف رحمة ربنا لما طلب منه أن يصرف عنه فتنة نساء صلافها ولما طلب منه أن يصرف عنه الخوف من أي حد إلا منه سبحانه وتعالى برضو اداله اللي هو عايزه لكن لما طلب شيء يصادم الفطرة اللي هو النوم لازم أنام عشان نرتاح عشان أقوم أصلي واعبد ربنا فلما طلب منه أنه ما يخلوش ينام خالص منع منه التالتة ديت لأنه ما ينفعش إن لبدنك عليك حقا وزي ما ربنا ليه حق سبحانه وتعالى والأهل لهم حق وصحتك برضو بدنك ليه حق عليك وهكذا فقال له هذا الرجل البصرين يعني لما بيقول له ده أنا سألت ربنا أن يذهب عني النوم فما رضيش الدين ديت فقال رفقا بنفسك يا أخي أنت عايز تطلب من ربنا أن يخليك ما تنمشي عشان تعف تعبوضه ليل ونار 24 ساعة بدا رفقا بنفسك فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع وإن النار تتقى بأقل مما تعاني فقال والله يا أخي إني أخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى ذلك سبيلا فإن نجوت فبرحمة الله وإن دخلت النار فبتقصير الراجل ده ما كانش فقط فارس من فرسان النهار أو راهب من رهبان الليل لأ ده كان فعلا كان قمة في كل حاجة كان يحب الجهاد في سبيل الله وكان يبزل روح ونفسه وحياته كلها ابتغاء مرضات الله عمره ما سمع منادي الجهاد وهو موجود في البصرة وقريبة جدا من الفتوحات اللي كانت في بلاد فارس عمره ما سمع منادي الجهاد ينادي إلى الجهاد في أي مكان إلا كان من أول الذين يتقدمون الصفة للجهاد في سبيل الله وكان ليه موقف حلو كده وكان ليه حاجة كده عجيبة جدا بيعملها لما يخرج الجهاد في سبيل الله يبص طبعا لهم بيخرجوا مجموعات يعني مجموعات زي الكتائب أو فصائل فيروح بمختار فصيلة يمشي كده يبص علىهم كلهم لحد ما يعني يستملح كده بعض الشباب ويروح مع الرب منهم يلوم أخرج معكم ونكون مع بعض صحبة في الجهاد في سبيل الله ولكن ليه ثلاث شروط إيه هم الشروط حضرتك المنتخيل هيقول إيه هل المنتخيل حضرتك هو طالعي جهد في سبيل الله وبيشترط على الشباب دولة تخدموني عشان أنا إنسان عابد وزاهد ولازم أتفرغ للعبادة وللزهد وللطاعة فالله يبير فيك تخدموني أبدا قال لهم الشروط عليكم ثلاثة عشان أكون في صحبتكم أول حاجة أن أكون لكم خادما فلا ينازعني في الخدمة أحد يا سلام تخيل حضرتك كده وانت خارج صحبة مع مجموعة من الشباب واحد يجيلك ويقول لكم أنا هخرج معكم يا جماعة بس ليه ثلاث شروط أول حاجة قبل خدم بتاعكم أنا اللي أخدمكم وانت شرف خدمتكم هو نفسه يخدم ناس رايحة تجاهد في سبيل الله عشان يبقى في ميزان حسناته والحاجة التانية قال لهم أن أكون لكم مؤذنا ومحدش ينازعني أنا اللي أذن لكم في الخمس صلوات والحاجة التالتة أن أنفق عليكم قدر استطاعتي تسيبوني أصرف عليكم لحد مفلوس كلها تخلص وبعد كده اللي عايز يصرف يصرف بس تسيبوني أنا اللي أبدأ بالإيه أن أنا أصرف عليكم قد إيه كتنمازج بجد مشرفة حاجة عجيبة قوي تلاقي الراجل منه تابعين يعني رحمه بالله رحمة وسعة مش بس بيصلى القيام ليله وخلاص وملوش أي نصيب من العبادات التانية لأ ماشاء الله في القيام تلاقيه في الصيام تلاقيه في الذكر تلاقيه في العبادة تلاقيه في ماشاء الله في الجهات تلاقيه في فعل الخير في حب الناس في إكرام اليتامة في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر كانوا ماشاء الله عبادات متكاملة تلاقيها في كل واحد في يوم لأن تعلموا الكلام ده كله على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الأيام والحقيقة كان هو كان زي ما قلت لك ليه صولات وجولات في الجهات في سبيل الله لكن في يوم الأيام حصل موقف الموقف ده كان أعجب موقف حصل في حياة عامر ابن عبد الله التميمين سعد ابن أبي وقاص في معركة القادسية وانتعرفين معركة القادسية كانت معركة فاصلة بين المنصمين وبين الفرس وكان في المعركة دي كان موقف جميل كده أسوقه كده على جانب على هامش السيرة إن سعد ابن أبي وقاص لما أراد أن يتتبع الفرس هم كان عندهم سفن كبيرة جدا وعملاقة لما أراد أن يتتبعهم فاللي حصل إن هم خدوا السفن وعدوا الناحية التانية من نهر دجلة وكان سعد معذور كان ممكن يرجع وقوله أنا ما عنديش سفن هعمل إيه طيب وابعا عدوا الناحية التانية لكن إذا بسعد المنبي وقاص يخاطب كل الجنود قال لهم إني قد عزمت على أمر قالوا على أي شيء عزمت عزم الله لك على الرجد قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول يا سبحانك يا ربي بالخيول طب إزاي فقال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول فقالوا ونحن معك إن شاء الله طبعا لو كان في الزمن ده كان يطب مع ألف سلامة سيدنا سعد بالله عليك ما تنساش بقى من مزد كله ومسجاته جزاك الله خيرا وبرك الله فيك لكن مشوا معاه قالوا خلاص ونحن معك إن شاء الله ونزلوا كلهم بالخيول في نهر دجلة وغمض عينيك وتخيل معايا المشهد ده حبيبي في الله عشر تلاف موحد كلهم بخيولهم في نهر دجلة وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر فلما رأهم يزد جرد اللي هو آخر ملوك الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فكان ذلك سببا في انهيار الروح المعنوية عند الفرس وكان سبب هزمتهم على يد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى المهم في معركة القادسية غانم المسلمون غنائم كثيرة جدا 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 وبدأوا بقى أخذوا طبعا كل الغنائم وكل الأموال اللي موجودة في يعني كنوز كسرة وفي القصر بتاعه ولقوا المجوهرات لا تعد ولا تحصن فسيدنا ساعة ابن أبو قاس أمر عمر بن مقرن أنه يجمع الغنائم ويحصيها لعدها ويبعث خمس الغنائم ديت لبيت مال المسلمين والأربعة اخماس هتتوزع على المجاهدين اللي فتحوا بلاد القادسية وانتصروا في معركة القادسين وهم موقفين بيعدوا وعملين بيزبطوا بقى الغنائم قد ايه فجأة لقوا منظر عجيب جدا ايه المنظر يا جماعة لقوا واحد جاي من بعيد أشعف أغبر وشه مليان طراب وشعره مليان طراب واسمه مطرب ويعني مبهدل ووضح ان الجاي من بعيد جدا وشهائل سلة كبيرة جدا جدا مليانة مجوهرات وجواهر من أنظر وأغلى أنواع الجواهر في الدنيا كلها فسألوه من أنت فسكت طب أين وجدت هذا الكنز قال أخذته من مكان كذا وكذا وانا بجاهد معكم وجدت الكنز ده في المكان الفلاني فجئتكم به فواحد منهم بيسأله سؤال عجيب قوي بيقوله سألتك بالله هل أخذت منه شيئا فقال سبحان الله والله لو لالله ما أتيتكم به ولولأني أعلم أن فيه حق للمسلمين ولبيت مال المسلمين ما أخذته من مكاني فوالله لهذا الكنز وأضعافه ألف مرة لا يساوي عندي جناح بعوض فاستغربوا بيقولهم والله لولا ربنا ما كنتش جبتلكوا الكنز ده ما كنت أخذته من بره بره ومشيت محدش كان شايفه أصلا ده كان موجود في مكان أصلا سري في قصر كسرة ومحدش يعرف المكان ده أصلا هو شايفه وطلع عليه وجاب السندوق ده اللي مليان كنوز من أغلى وأعوى أحسن أنواع الجواهر والدر والياقوت في الدنيا قال لهم لولا الله ما أتيتكم به فقالوا من أنت أرحمك الله فقال لهم إيه قال لهم والله لا أخبركم بإسبي حتى لا تمدحوني أنا مش عايز إسمي يذكر أبدا يعني أبسط ما في الأمور كان ممكن يعمل حاجة من أتنين يأما يأخذ الجواهر دي كلها لنفسه يأما يأخذ جزء منها لنفسه يأما على الأقل لما يوصلها للمسلمين بالأمانة العالية دي قال لهم على فكرة جالت تكتبوا بس على حجر الأساس بتاع المدينة هنا إن شاء الله إن اللي اكتشف المجوهرات دي فلاني الفلاني وعايز كده يعني يحط رخامة كده ويكتب عليك كلام ده قال لهم لا أذكر لكم إسمي حتى لا تمدحوني فسعد ابن أبي وقاص عايز يعرف مين الراجل ده الراجل ده محتاجين نعرف مين هو لأنه فعلا شخصية نادرة فرح بعث واحد وراه فدل ماشي وراه لحد ما وصل البصرة فلما دخلوا البصرة سأل الناس هناك ولقاهم بيحيوه بيسلموا عليه وبيغضوا بالأحضان قال لهم من هذا الرجل قالوا ألا تعلموا من هذا إنه زاهد البصرة عامر ابن عبد الله التميمي فعاد الرجل وأخبر سعد ابن أبي وقاص باسم عامر ابن عبد الله التميمي كان ليه موقف تاني عجيب أوه يا جماعة بجد من أغرب المواقف اللي ممكن تقردوا عنها في حياتكم كلها في يوم الأيام لقى أحد أعوان الشرطة أحد أعوان قائد الشرطة ماسك رجل من أهل الذمة رجل نصراني من أهل الذمة ماسكه ومش عايز يسيبه وراجل عمال يصرخ وبعدين عمال يعني بيقول أجيروني أيها المسلمون وأجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين أجيروني أجاركم الله فعامر ابن عبد الله التميمي صعب عليه منظر الرجل ده هو راجل من أهل الذمة لكن النبي أمرنا أن نحسن إلى أهل الذمة قالوا الناس أهل الذمة الناس ليهم عهد ولا هم ميثاق فرح قال له هل دفعت الجزية؟ قال له أجل دفعت الجزية فرح سائل رجل من أعمال الشرطة قال له طب تلا ما هو دفع الجزية أنت مسكه ليه؟ قال له مسكه عشان يجي ينظف الحديقة بتاعة رئيس الشرطة قد بالك فرح عامر سائل الرجل الزمي ده اللي هو من أهل الذمة قال له أيا طيبوا لك ذلك؟ يعني أنت مدومت دفعت الجزية أنت ما فيش حد يقدر يلزمك بأي حاجة أنت تحب تروح تنظف الحديقة بتاعة رئيس الشرطة؟ قال له لا قال له ليه؟ قال له أنا راجل ضعيف وتنظيف الحديقة عملتها قبل كده هدت قوتي فما قدرتش أروح أسع على قوت أولادي فبالله عليك خليه سيبني فعامر ابن عبدالله التميمي قال لي بتاع الشرطة ده قال له تركه رحمك الله قال له ما لكش دعوه مش هسيبه فرح واخد الطب بتاعه وألقاه على الذمي وقال والله لا تخفر ذمة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وأنا حي أرزق مش ممكن هسيبه واكتمع الناس وأعانوا عامر ابن عبدالله التميمي فإنه يخلص هذا الرجل الزمي من أعوان الشرطة فلما شافوا كده راحوا شكوه لرئيس الشرطة فرح يتهموا بتلت تهم زورا وظلما وعدوانا قال لهم عامر ابن عبدالله التميمي ده رجل بيعتزر النساء ومش عايز يتجوز وبيحرم التزيوج من النساء والحاجة التانية ما بيأكلش اللحوم والحاجة التالتة بيتعالعا إنه يأتي إلى مجالس الولاد وصل الأمر لأمير المؤمنين عثمان بن عفان فرح أمر الخليفة اللي هو الوالي بتاعه أمر أمر الوالي بتاعه على البصر إنه ياده عامر ابن عبدالله التميمي ويسأله والفعل سأله أنت ليه مش بتجوز النساء قال له أبدا أنا لا أحرمهم لكن أنا أدرى بحالي أنا أعلم إذا كنت هنشغل بزوجة أو أولاد أو غير ذلك هاشغني ده عن عبادة ربي فلم أتزوج ودي أمر خاص به أنا لا أحرم الزواج وطبعا ده خلاف سنة النبي لأن النبي قال وأتزوج من سأفا من رغب عن سناتي فليس مني طب ما بتقولش اللحم ليه قال له بأكل اللحمة لما أشتهيها ولما ماكنش بأشتهيها مش عايز أكلها قال له طب وليما بتدخلش على الأبواب الصلاطين والأمراء لغير ذلك قال له إن على أبوابهم كثيرا من طلاب الدنيا فأنا لا أريد شائم من الدنيا ولو احتكت شائم لا دخلت لكني لا أريد شائم من الدنيا فلما وصل التقرير ده وطلع عثمار بن عفان رضي الله عنه وارضاه لأن ما فيش فيها أي حاجة خالص فيها نبذ للطاعة أو خروج على الحاكم أو غير ذلك فلا الأمر بسيط جدا لكن المشكلة إن الموضوع كان كبر شوية وناس كتيرة جدا بتحب عمر بن عبدالله تماما في المقابل في ناس أعداء للناس المؤمنين العباد الزهاد فبدأ يثيروا الكلام عليه فعثمار بن عفان رضي الله عنه وارضاه لقى عشان يعني يطفق نار الفتنة ديت قال لهم خلاص هو رجل ما فيش أي حاجة عنده ولا فيه أي مشكلة وهو عايش في البصرة خلوله حياش في بلاد الشام وراح كاتب إلى معاوية بن أبي سبحان وكان هو وليه على بلاد الشام وأمره قال له يا معاوية إذا جاءك عمر بن عبدالله التميمي فأحسن استقباله وأكرمه وأحسن إليه وبالفعل عمر بن عبدالله التميمي خرج من البصرة هو حزين جدا وخرج حبيبه وإخوانه أحبابه تلاميذه عشان يودعوه وهو خارج لحد ما وصله لمكان اسمه المربض مكان في البصرة ولما وصله للمكان دوته وخلاص بيودع كل حبيبه وطالع على بلاد الشام رفع إيدي للسماء وقال إني داعن فأمنه على دعائي فقاله أكيد ها يعمل يعني لو واحد مكانه يعني طاردوا من البلد وظلما وعضوانا وافتروا عليه عشان كان بيدافع عن واحد زمي كانوا لي ربني أنت من العمل فيه كده وبهديني وشحتطني تخيلوا قال إيه قال اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من بلدي وفرق بيني وبين إخواني فأكفر ماله وأصح جسمه وأطل عمرهم قولوا آمين قالوا آمين عمرك شفت حدي بالأخلاق دي واحد كان سبب طردك من بلدك فبدل ما تدعالي بتدعيله دعاله وهي دي أخلاق المؤمنين عمره ما دع على حد بل دعاله تخيله وقضى بقية حياته في بلاد الشام وفعلا معاوية بن أبي صفيان رضي الله عنه وعن أبيه استقبلوا أحسن استقبال وعملوا أحسن معاملة وعاش هناك عامر بن عبد الله التميمي واختار بيت المقدس مكان للإقامة بتاعته ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي فقالوا ما يبكيك يا عامر وقد كنت وكنت وقعدوا يثنوا عليه بقى في زهده وجهاده وعباته لله وتعليمه للناس فقال والله ما أبكي جزعا على الدنيا ولا جزعا من الموت ولكن أبكي لطول الصفر وقلة الزاد ولقد أمسيت بين صعود وهبوط ولا أدري أيهبط بي إلى الجنة أم إلى النار فلا أدري إلى أيهم أصير ثم لفظ أنفاسه ورسانه رط بذكر الله وهناك في أولى القبلتين بيت المقدس وثالث الحرمين ومصر رسول الله كان قبر عامر ابن عبد الله التميمي وما زالت الصفحة مفتوحة سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته